كلسا مكملين وكلامنا ما بيخلص على اللي انفصلوا وبينهم مولاد ازاي بقى اصحاب ازاي بقى اصدقاء او بلاش خالص ازاي بقى فيه علاقة محترمة هادية امنة عشان اللي ما بينه هنروح بقى لنقطة اهم واهم يا دكتور احنا بنقول ان هو مرات الاب وبنتكلم على جوز الام وبنتكلم ان طبعا كل يعيني الولد هو بختك يا ابو بخيت يعني يطلع يشوف مرات الاب لطيفة محترمة يا سواد السنين ونفس الحكاية يا جوز ام بيبقى زي اب تاني وبديل للاب يا بيبقى جاحد وبيكره العيال في عشتهم تمام طيب وبعدين بيزداد كمان مرات الاب لما بتلاقي الولاد شبه الام الاولانية فالغل بيأكلها وبتصرف قلبها والبنت بتبقى شبه امها ونفس الحكاية جوز الام لو هي عندها ولد فلولد شبه ابوه فما علينا كلش وقت ده شبه ابوه امتى بقى الحتة بقى دي المهمة يا سيدة اسمعونا كويس الراجل اللي بيشتم في ام ولاده والست اللي بتشتم في ابو ولادها ما هو لو في صداقة مش هنشوف المهزلة دي لا ومنقول لهم هتضمنوا ان ما تشتموش احنا بقى عايزين الوزاية دي مهمة جدا للسه حالا جاي لنا رسالة تقولك اولادي لما بيروحوا عنده بيرجعوا يقولولي بيقعد يشتم فيها قدام مرات بابا امكو فيها وفيها 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 ونفس الحكاية بقى ما هي لما ترجع العيال يقولولها ده بيشتم فيك هو ده كان راجل هو كان بيعمل حاجة هو ده ربه هو ده طيب احنا عايزين نقطع بقى الشتيمة وان شكل الام بقى صغير وشكل الاب بقى صغير وقدام العيال كده علاقة الكويسة هتقطع كل ده لو انا بتواصل مع الام ومش ممكن هيشتعها ده شتيمة هوا عملها ليما انا بتواصل معها ولو فيها اي حاجة بقولها لها والعكس صحيح فبالتالي احنا بنقوله ده برضو المصلحيك وزي ما احنا اتكلمنا عن رضا ربنا عز وجل واتكلمنا عن الحالة النفسية وان انت ممكن يحصل لك مشاكل نفسية وعضوية انت او انت احنا بنتكلم برضو ان انت كمان تضمن حتى احترامك في قدام ولادك واحترامك قدام الاخرين ما هو برضو الست اللي متجوزها او الرجل اللي هي متجوزها ليه عندهم اسرة وعندهم اخوات وعندهم قرائب فبالتالي انت تضمن ان انت تبقى هذه الشخصية وتحط نفسك في اطار شخصية محترمة شخصية ما بتقالش عليها غير كل كلام طيب احنا اتجوزنا ما اتفقناش مع بعض اطلقنا بيننا ولاد فاحنا عشان كده بنتواصل مع بعض عشان ربي هقول له الاولاد مش لازم الصداقة لكون كاملة زي ما احنا قلنا ولكن بنتواصل مع بعض عشان الاولاد دي ايه المنع ان هو ده يكون شكل المجتمع بعد الطلاق وايه المنع يكون ده شكلنا كوصل بعد الطلاق انا بدعوهم هما بتفرجوا علينا الحلقة دي عادة النهاردة رجوا انا بسوقوا بعد الحلقة دي واسمعوا الكلام اللي تقال فيها الكلام ده اصلا مهم لكل حد عنده مشكلة مع الطرف الاخر والولاد هما الضحية وهيطلع ولادك دول بعد كده ولادك هما اللي بيحملوا الاسم بتاعنا هو اللي بيحمل اسم ده ابني ده مشوه نفسيا وابني التاني اصلا هو زي ما حالك قلت ممكن في الاول ممكن يكون مدمن مخدرات وده مش عارف ماشي مع مين طب الاولاد دول بيحملوا اسماء نالي لانه ملقوش القدوة الصالحة اللي تربيهم لقى الاب بيربيه ولقى الامة بتتخانق وبتشتم الاب طب انا منتظر ايه من النبتة اللي عملة تسمع الكلام ده وتخزنه ويعيني ما بيردوش العالة بتبقى صغر ما بتردش ومش عارفة تتكلم وما بتعرفش ترد وخصوصا كمان يعيني الامة طيب الستة هتعمل ايه زي كان هي ما عندهاش مثلا دخل مادي تاني او بتشتغل فبتضطر يعني يبقى العيال هم همزة الوصل كلم كلم ابوك وقلو يبعث الفلوس بيري كمان تتقال ابوك ده يعني يا ريد ده لو يعني وصلت لابوك كلم ابوك وقلو كذا كذا فعيني تلاقي الولد صغرنا ما هو انا عايزة عقلي يعني انا بشوف اطفال كتا بشوف اطفال مجبوتين عايزة عقلي وهيقفل تليفهم في وشي بقى اللي هتكلمه فايبقى هو خايف ومضغوط من الام وخايف ومضغوط من الاب وهو الاب طبع مش شايف جاحد فاكر ان الولد بيستفزه ما هوش هو شايف مامته وقفه وراه يعني هو عارف فبرده الرسول ده اللي هو بيقوله على المرسال ده ده مشكلة ان الاطفال بيبقوا برضه مرسيل في كل السخفات عارف حضرك هو يحصل ايه الولد وهو صغر او البنت وهو صغر ما بيردوش بس عارف الرد بتاعهم هيبقى ايه انا هيبقى انسان عدوان هو مش بيرد مش قاصد بس انا بقيت انسان عدواني عشان الحاجات اللي اتعاملت فيه انا بقيت موت من مخدرات عشان الحاجات اللي عملت فيه انا بقيت اصلا انسان مش عايز اتجاوز او واحدة مش عايز اتجاوز عشان شفت الحاجات اللي بتحصل ما بين المتجاوزين انا بقيت اصلا او بقيت حد منحرف او حد مش كويس او حد فاشل او حد منطوي على نفسه كل الحاجات دي كلها واكتر منها كمان احنا بقينا كده عشان ده اللي اتعمل فينا واحنا صغيرين فده الرد بتاعنا هتحب ابنك وبنتك يبقوا هذا الوطن